لما نيجي نقول عايزين نبتدي أول يوم في العام الهجري الجديد بأكتر الأعمال المستحبة في هذا اليوم علشان ربنا يكرمنا على مدار السنة إن شاء الله بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال لعليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا الفرج والبركة والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هدات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسليما كثيرا وبعد ونحن في أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة عوزين نعرف أن أهم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى القلب السليم صحيح ربنا سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى قلوب صافية لذلك ربنا يقول إلا من أتى الله بقلب سليم وحضرة سيدنا النبي علمنا ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب طيب عشان أسمو بالقلب وأسمو بالروح وأسمو بالنفس وأسمو بحياتي كلها لازم أقرب من ربنا سبحانه وتعالى وأنا في بداية سنة جديدة بحمد ربنا سبحانه وتعالى أن وفقني لاستقبال سنة هجرية جديدة لأن الإنسان عبارة عن وقت سيدنا الحسن البصري كذا كان يقول الإنسان عبارة عن جزء من الوقت إذا انتهى منه جزء انتهى منه بعضه يعني الإنسان عبارة عن شوية أيام كذا كل ما يوم يعد عليك ده ترتيب مش تصاعدي ده ترتيب تنازلي لحياتي أنا صحيح فالطبيعي أنا لازم ليك مش عد اللي جاي أحسنت الله يفتع على حضرتك بس الطبيعي كل يوم يعد علي لازم أقرب فيه من ربنا سبحانه وتعالى لذلك حتى اليوم بنادي علي ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي عليك يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني يبقى لازم أستثمره اغتنمني استغلني فإني لا أعود إلى يوم الدين فالواجب علي وأنا في بداية سنة جديدة عوزة رتب أوضاعي مع الله سبحانه وتعالى عوزة رتب فكري مع الله سبحانه وتعالى عوزة رتب حياتي للأفضل مع الله سبحانه وتعالى عشان ربنا خلقني في الدنيا وقال ولكم في الأرض مستقر ومتهاع إلى حين فالواجب علي أننا تمتع بالله ربنا سبحانه وتعالى أعده لي في هذه الحياة مش مجرد بس أن أنا عايش وخلاص لا أنا ربنا خلقني لحاجات كثيرة منها العبادة منها تعمير الكون منها التزكية والسمو بالنفس والأخلاق والتعامل مع الناس ربنا جعلني خليفة له سبحانه وتعالى في أرضه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فالواجب علي أعمر الدنيا باللي ربنا سبحانه وتعالى أعد لي